تفاصيل مرعبة حول وفاة الفنانة السودانية الشهيرة رانا بدردين اخر لحظات حياتها تبكي الالاف كشفت الشرطة السودانية تفاصيل صادمة عن وفاة مغنية الراف السودانية المعروفة رانا بدردين في شقة مفروشة بالخرطوم وفي التفاصيل اتضح بالتحريات ان رانا توفيات بعد تعرضها للضرب بآلة صلبة من قبل ابن مالك الشقة التي تسكن فيها والذي يبلغ من العمر 26 عاما وسجل اعترافا بالتحقيقات بارتكاب الفعل في هذا الصياق اوضحت الشرطة السودانية ان القصة بدأت عندما طلقت بلاغا عاجلا من احد المواطنين الذي قال انه عثر على الفتاة متوفية داخل احد الشقق بمقر سكنه بحي الاملاك بالخرطوم وتبين بعد طلق البلاغ ان مكان الحادث عبارة عن شقة مفروشة بعمارة سكنية وفعلا عثرت الشرطة السودانية على رانا متوفات وملقاط على الارض خلف باب الشقة مباشرة ونزفت كثيرا وكانت هناك اثار واضحة لضرب على الوجه وانبثقت منها رائحة كريهة ما يشير الى انها في مرحلة بدء التحلل وامرت الشرطة الفريق المختص بتصوير ورفع البصمات وجمع المخلفات من مسرح الحادثة ورفع الجسمان الى قسم الشرطة لتكملة الاجراءات القانونية قبل احالته الى التشريح لمعرفة اسباب الوفاة وتمكنت شرطة المباحث وتحقيقات الجنائية بالخرطوم من القاء القبض على المتهم الاول ابن صاحب العقار المذكور واعترف ان الحادثة بدأت بمشادة كلامية حادة بينه وبين المجن عليها رانا بدردين ضربها على اثرها بقطعة خشب في وجهها ورأسها وقال المتهم انه قام بتشغيل جهاز تكيف واغلق الشقة عليها وكشف ان سبب المشادة بينهما يعود الى ان المجن عليها اساءت اليه بالفاظ نابية وسرعان ما تطورت المشادة الكلامية الى مشاجرة بينهما وافاد انه استعانى بالمتهمة الثاني سائق التوك توك لمعاونته على التخلص من الجثة وتضح من خلال الاستجواب ان المذكور يبلغ من العمر 26 عاما ويمتهن الاعمال الحرة واعترف ان الحادثة المأساوية وقعت السبت الماضي 17 ديسمبر كانون الاول يشار الى ان الراحلة رانا بدردين ظهرت في مطلع العام 2011 عبر احدى القنوات المحلية كاول ظهور رسمي كمغنياء لفن الراب السوداني اشتركوا في القناة